السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الأحد 22 أبريل 2019 وهذا حديثي لكم في رأيي فيما يحدث على اليوتيوب وعلى صفحتين فيسبوك الرسمية والاحتياطية دعوني أبدأ معكم مترحم على شهداء القصبة شهداء الذين ماتوا اليوم نتيجة لانهيار العمارة في حي قريب من مسجد كتشاوة في القصبة القصبة الدنيا أو القصبة القريبة مسحة الشهداء رباس كاسبا كما يسموها رحمه الله جميعا وأقول نترحم على الشهداء لأنه نعرف في الإسلام أن الرسائل سلم ذكر أنه من بين هناك خمسة أصناف الشهداء ومن بين هؤلاء صاحب الهدم أي الذي يسقط عليه الهدم أو يسقط عليه فهو يعتبر من الشهداء إضافة إلى المطعون والمبطون وصاحب الهدم والشهيد فهذه الأصناف الخمسة والغريق بطبيعة الحال يعتبرون شهداء في الإسلام وأن اختلفت الأحكام انتهى هذا موضوع آخر لكن في الحقيقة رغم أن هذا قدر الله في نهاية المطاف لكن الأسباب هي أسباب إجرامية هي أسباب انتاع حكام ما مش قادرين يحكموا البلاد وما مش قادرين يسيروا البلاد لأن الناس كلها قالت من أن الناس اشتكوا صاحب المبنى اشتكوا اشتكوا مرات عديدة واحتجوا وتظاهروا ذهبوا إلى ما يسمى برئيس البلدية وذهبوا الولاية وذهبوا عندهم سنوات وأنا كنت شفت قبل سنوات مش عارف لهذا المبنى بالذات أو مباني أخرى قريبة في القصبة فيه مباني مهترئة تماما صحيح أن بعض المباني القليلة راه تم إعادة الخدمة انتاحة أو الارنوفاسيون كما يسموها لكن أغلبية المباني مهترئة مهترئة جدا والقصبة أنا لي فيها لي فيها ذكريات وذكريات عميقة واستطيع أن أقول أنا من بين الأشياء اللي خلاتني أو اللي طبعة تفكيري وطبعة شعوري وربما ساهمت في رسم المسار لإخذات حياتي فيما بعد وهي الانتفاض والاحتجاج ومقاومة الظلم والظالمين هو السنوات اللي قضيتهم في القصبة عمق ذلك ربما كانت هذه طبيعتي منذ كنت صغير لكن عمق ذلك لأنني عشت في القصبة وعشت وشفت الناس كيفاش تعاني وشفت المآسين عن الناس داخل القصبة القصبة اللي هي قلب الجزائر العاصمة واللي هي قلب الثورة واللي هي قلب اللي كانت كما نعرفه في القرن السلس عشر والسبع عشر طبعا القصبة مؤسسها الأول هو زيري في الدولة الزيرية لكن اللي يعطاها الأبعاد أكثر واللي وسحها أكثر واللي جعلها ذر السلطان أو مكان الحكم أيضا هم العثمانين فيما بعد وكانت القصبة تعني الجزائر والجزائر تعني الرعب للقوة الخارجية آنذاك والصراع اللي كان محتدم قبل 200 سنة و300 سنة على البحر المتوسط ومن يسيطر عليه تاريخ عمق التاريخ عبق التاريخ ولذلك تم الانتقام القصبة انتقام شديد انتقمت منها فرنسا انتقام شديد ومنذ اليوم الأول وثم انتقموا منها ورثة فرنسا الكولون الجديد اللي يسموا بأسماءنا ومننا ونحن منهم كما يقال فانتقموا منها انتقام شديد وليس فقط في سنوات هذه الأخيرة في حقيقة منذ الاستقلال بدل من ان كان يعطى لها حقها كلها وخاصة نعرف ما يعرف بمعركة الجزائر لبطايدالجي حدثت هناك لكن الجماعة اللي حكمت فيما بعد تعاملت مع القصبة وكأنها وكأنها بؤرة انتع انتع جرام وليس بؤرة انتع نيضال وانتع جهاد وانتع ثورة وهكذا في التسعينات طبعا كانت تعاملت مع القصبة بشع جدا حالة استعمار كانت لا تقول اسمها وقلتنا عشت فيها في الثمانينات خاصة ما بين اربعة وثمانين وواحد وتسعين احيانا كانت فترات متقطعة وحيانا كنت نقضي فيها الاسابيع والاشهر كانت الوالدة من مواليد القصبة وكان يسكن هناك اخوالي في دارس دي عمار دارس دي عمار هذه كما الملنين معرفوه المعرفش لارتي باس تاريخ هذا تسمى لارتي باس وكانت تسمى لارتي باس سمية بعد الاستقلال لارتيباس شهدين من شهداء القصبة ولاريتي باس هذه هي اللي وقعت فيها جريمة من أكبر الجرائم اللي قامت بها فرنسا ضد جزائريين على الأقل في المدن حينما قام المتطرفين فرنسيين وكان عيقودهم كوميسار أنذاك بوضع قنبلة ادت إلى تدمير لاريتي باس اللي هي كما قلت تسمى الآن لأبو الإبن بودرياس وقتل فيها استشهد فيها أكثر من ثمانين جزائري وجرح العشرات وضمار هائل في عشرة أوت 56 إذا كان ذاكرتي جيدة إذن هذه لاريتي باس والقصبة كلها وشوارحها كلها أنا لدي فيها ذكريات كبيرة وكما قلت أثرت فيي وأثرت في شعوري وأثرت في أفكاري وعمقت الأفكار اللي كنت نامن بها وهي أن أكون مع المظلوم ضد الظالم وأن أقاوم الظلم مهما كان من أي جهة كانت فرحم الله الشهادة هناك اليوم طبعا كاد أن يقتل زوخ وكاد أن يقتل رئيس البلدية أيضا والناس فهمها وإن كان أنا بطبيعة الحال دائما أوصي الناس أن لا تذهب إلى العنف تحت أي ظرف كان لأن سلميتنا هي اللي رأي اليوم تدمر فيهم وهي اللي رأي تشتت فيهم وهي اللي رأي تخضع فيهم إذا قلت كاد أن يقتل زوخ الفاسد المفسد لعمل خراب كبير في العاصمة ويكفي يكفي فقط أن نعرف طريقته في الحديث وطريقته في الاستهزاء في طريقته باش تعرف كيفاش أرادوا أن يذلوا العاصمة ككل بتعيين مثل زوخ بوتفليق عيلها زوخ باش يذلها إذلال حقيقي عاصمة الجزيريين عاصمة عاصمة البلاد إذا نجا زوخ من اللانشاج نجا من القتل لأن الناس كانت في حالة غضب وغضب شديد أيضا رئيس البلدية نجا بصعوبة طبعا تمت الإطاحة اليوم بزوخ وتم استبداله بشخص آخر إن شاء الله نتكلم عليه فيما بعد واستبدال شخص بشخص هي مش هي الحلول هذه استبدال شخص من العصابة بشخص من العصابة لن يذهب بنا بعيدة قبل أن أتوسع ونتحدث على نقاط مهمة خاصة في الصراح هذا والهروب بتاع الجنير الشنتوف وما يحدث في هرم السلطة والاعتقالات لبعض الناهبي المال العام إلى آخره أريد أن أذكركم ورح نبدأوا بها دائما إن شاء الله وهي أخبار حصار العصابة الآن شاب جزائري الحمد لله رحي حصر فيهم في كل مكان تقريبا وأخبار حصار العصابة رح نتكلم لكم منها ثلاثة ولا أربعة فقط باش نذكروا بهم ونتمنى أنه تكون في صفحة تجمع دائما هذه الأخبار وتنشرها وإلا كانت هناك صفحة متخصصة في الموضوع يبعثوا لي أهلها وإن شاء الله نوضعها عندنا في الموقع في الفيسبوك وهي نسموها أخبار حصار العصابة لازم هذه الصفحة تتخصص فقط في الأخبار المحاصرة والوزراء اللي يسمى وزراء الولات والرؤساء الدوائر والبلدية المفسدون بالنسبة للبلدية نستثنوا منهم ورؤساء البلدية الملاح اللي يحبون الشاب واللي رمقات عين المشاريع عند العصابة أما الباقية فهم يدخلوا في هذا الإطار حصار ومن بين الأشياء اللي حدثت سكان عين فتاح وأنا أنا متأكد باللي الأغلبية ما يعرفوش ربما عين تقع سكان عين فتاح أبنا تقع فيه تلمسان تلمسان المظلومة تلمسان التي ظلمت بسبب عصابة بوتفليقة وآل بوتفليقة وجماعة بوتفليقة وطيب لوح وطيب العيز وكل الأكليك تلمسان هذي ظلم عظيم لأن كثير من الناس اللي ما يعرفوش تفاصيل يقول لك من تلمسان أهل تلمسان الحقيقيين والأحرار والشرفاء تم إبعادهم وتم استبعادهم إنما هؤلاء هم الحثالة حثالة أهل تلمسان اللي سيطروا وبثقافة الحمام سيطروا على البلاد مع آخرين إذن عين فتاح هذه يطردون والي تلمسان حي الله سكان عين فتاح وسكان تلمسان والأحرار في كل مكانه وحي الله سكان عين الدفلة فيه واحد الأخ يكتب لي قال لك ما ذكرش عن دفلة عمرك لا ذكرت وأنا أنت وأعتقد أني ذكرتها لكن ما نقدرش دايما نذكر كل المدن في أي وقت لكن صراحة كل الأحرار في المدن فيها كل المدن الجزائري فيها ناس شرفاء وناس أحرار وفيها ناس حثالاء فيها ناس مفسدين وفيها ناس خبثاء وفيها ناس سفهاء هذا ما فيها الشك لكن الأغلبية الغالبة اللي تغلب على البلاد الحمد لله هو الخير في هذا الشعب الخير وهذه الحقيقة هو هذه الثورة اللي رهي قايمة اليوم للإطاحة بالعصابة قبل أن نغادر القصبة فقط الآن نرى في هذه اللحظات اللي نكلمكم فيها احتجاجات فيها غضب فيها ناس يضربوا بالمهرس كما يقال فيه لكن يقولوا إخواننا احذروا من مظاهرات واحتجاجات الليل لأنه يدخلها بعض الخفافيش ولا نريد أن تتحول سلميتنا إلى عنف لأن العصابة هذا وش تحوس؟ تحوس إذا استطعت أن تحول الثورة السلمية الحضارية المبهرة هذه إلى عنف فإنها لن تتردد لن تتردد أبدا كان هناك أيضا محاصرة لوزير الموارد المائية اللي تردوه العمال وكان هناك محاصرة لوزير أعتقد مش عارفة ذلك اليوم والأمس أعتقد كان أمس في جسر قسنطينة أيضا لوزير الطاقة والمهم رأي محاصرين استراتيجية حصار العصابة اللي تسمى حكومة ولاتها ورؤسة دوائرها وبلدياتها وكل ممثليها يجب أن تستمر حتى تسقط العصابة حتى تكون تحت أقدام الرجال والنساء تحت أقدام الأحرار أيضا من بين النقاط قبل ما نوصل إلى موضوع كونيناف وربراب وهذه الاعتقالات اللي تمت وأيضا لهروب الجنرال الشنتوف كان نقطتين أو ثلاثة حبيت نتكلم عليهم بسرعة وهو بن صالح وندوتو هذا بن صالح اللي يسموه رئيس الدولة الفاسد المفسد بن صالح ما حضرش للندوان تاو ما حضرش لأنها كانت إيهانة مجاوم حتى واحد تقريبا ما عدا شوية من الجماع اللي حابين يأكلوا شوية كاشير أو يأخذوا شوية أكل في في إقامة الدولة فحتى هو ما حضرش وبعد ينطلعوا بيان وقال لك رهم رهم مع الحراك السلمي هو ما رهم مع الحراك السلمي يعني هذا العصاب أشوف كيفش تتلون كالحرباء تلون كالحرباء كل لفع اللي تبدل لجلدها يعني ولو هو ما مع الحراك السلمي والله ينصبتم عندكم النوى بتضرب به الشعب غير اللي يكون ضربتوه لو كان عندكم سلاح باش تدمروا به الشعب هذا كام يكون ضربتوه الشعب خضعكم والآن راكم ملعوبين منه رعب واللي حدث اليوم الزوغ وحدث هذا رئيس بلدية هذا الآخر أيضا رأوا ممكن يحدث لكم جميعا صراحة ما نتمنياش لكن تأكدوا إذا استمريتوا في هذا في هذا التماطل وفي هذا التأخر راه يحدث لكم جميعا رأى فيه غضب رهيب وعلى ذكر الزوغ طبعا نشطرات البجرة أمس في باريس لكن بقوسين هذه بسرعة فقط المفسد بجرة هذا وأنا أقول مفسد وازنوا كلماتي بطبيعة الحال أنا لا أقول كلمات هكذا هواء أنا أعرف أنها مسؤولية في الدنيا وفي الآخرين المفسد بجرة هذا اليوما ما في بيتي يعني في بيتي في ليبيا في الأبعى وتسعين أعتبر سب نحناح سب حتى قلت كي إليته سكت وأعتبر أنه نحناح هو من مجرم كبير وأنه 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 ثم بعد فترة بعد سنة أصبح هو مشارك معاهم في الانتخابات وأصبح وزيري لآخره كان سب للنظام وداخل النظام أعتبر بالنحناح عاميل المخابرات ومجرم وهو اللي تلبس ليماني وهو كل شيء هذا بجرة للمسخ سواه على السيارة قال لهم وش معناها مليار سيارة بمليار وش تساوي لا شيء طبعا لا شيء لا شيء طبيعة الحال قال لهم أنه الماك وما اللي اعتدوا عليها في فرنسا الماك مجرم أيضا فرحات مهني وقيادة الماك يتحدث عن القيادة مجرمين لأنهم يريدون يريدون تقصير البلاد يقولوا نحن من الجزائريين هذا ما في الشك لا أحد يجادل فيها والقبال هم أول من يعاديهم ومن يواجههم لكن اللي يواجهوك يا بجرة ما كانوش ما كانوش الماك كانو جزائريين وكثير منهم كانوا يحملين العالم الجزائري أصلا الماك ما يحملوش العالم الجزائري ما يعترفوش به عندهم عالمهم الخاص السفهاء هذون وطبع لازم نفرقوا ما بين عالم الماك وما بين عالم الأمازيغ في فرق عالم الأمازيغ هو تعبير ثقافي عالم الماك هو تعبير أنت انفصالي أنت مجموعة تريد أن تكسر البلاد إذن اللي يواجهوك يا بجرة ما همش الماك لا جزائريين باختصار بسيط أنت رمز من رموز الفساد قبل قليل كان بعث لي قبل ساعتين أو ثلاث ساعات كان بعث لي أخوة رسالة لما مات المقبور العربي بالخير يمدح فيها العربي بالخير مدح كاد أن يقول فيه شعرا العربي بالخير اللي كان مع فرنسا وكان يقاتل مع فرنسا من اللي أنت بقى الجزائر الفرنسية واللي هو صنع وكان يسمى له كاردينال وصانع الرؤساء لما مات ومات بمرض بائس مات لما مات كان مات بمرض صدري رائحته تفوح رائحة نتينا قادرة تفوح على بعد عشرات الأمطار كانوا الى باش يتلاقواه الآطباء أو لازم يلبسوهلا لماسك التعدني الـ شي وكان يبطئ لأرهم أصيب بمرض عجيب وهذا حديث من تقريبا السايق انتاعه يعني فالعربي بالخير اللي دمر البلاد وكان مع الشاد اللي دار خراب كبير ثم على انقلاب ثم يعني تبقى تقعد ساعات ولا تحصر جرائم انتاع العربي بالخير لما مات في 2010 اكتب فيه بجرى مقال وحديث ونعي يكفيك هذه فقط لو كان مدر تولوا في حياتك الا انك تنعى ظالم مجرم خرب البلاد ان تكون لا تقل اجراما عنه اما انت قائمة طويلة انت الآخر اذا فاللي هاجموك برغم انا ضد الهجوم العنفي انا كنت نتمنى انهم يحكموك ويتكلموا معاك ويعطوك كلام بليغ لكن اللي هاجموك لم يكونوا ملمعك كانوا جزائرين احرار مرة اخرى اؤكد على السلمية اخواني لما تحكموا واحد من هؤلاء احكموه شدوه تكلموا معاه وسمعوه كلام وثاني كلام مش بذيء بالمناسبة باش الناس تقدر تنشروا على الانترنت وعليوتيوب كلام البذيء راه ما يجيبش نتيجة حتى لما عند عندك الحق لكلام البذيء والفحص راه ما يجيبش نتيجة هرب الناس منك فقط اذا باش نعود بن صالح هذا رجاعي تكلم دارو بيان هذا حب القبي حب القبي هذا كان درسني في الثمانينات في المدرسة الوطنية للإدارة بما انه استاذي يعني فما نستطيعش نتكلم عليه للأسف عندي احترام للأسات إذا حتى حينما يكونوا مجرمين وإن كان مرة تكلمتي واحد استثناء اللي هو مؤسس المدرسة الوطنية مؤسس المدرسة الوطنية الإدارة اللي هو ميسوم صبيح تكلمت عليه لأن ميسوم صبيح جرائمه كبيرة وميسوم صبيح هو إذا استطعنا أن نقول هو نزار منتع المدنيين نزار منتع المدنيين هو ميسوم صبيح ترتخريب هائل ولذلك هذا أويحيا وهذا العمامرة والجماعة كلها المدرسة الوطنية الإدارة اللي متخرجين قبل الدفعة 13 ما بين الدفعة السادسة و13 بشكل خاص الكثيرين منهم ليس كلهم لكن الكثيرين منهم كنا نسمون بروموسيون لكوست واللي حبي يبحث على بروموسيون لكوست يعرف اش معناها في تاريخ ثور الجزائري فديرين قال لك أنا ممكن يأجلوا انتخابات أربعة جويلية ممكن يأجلوا انتخابات أربعة جويلية إذا أجلتوا هذه راي ضد دستوركم انتخابات أربعة جويلية راي ضد دستوركم دستور يقول تسعين يوم المادة 102 تقول تسعين يوم شفتوا كيفاش تخلطوا في في مشكلة تعال المادة 102 شفت يا قايد صالح المادة 102 وراح توصلك مافيش المادة 102 يا قايد صالح لازم تسمع للشعب ودورة عندك خطاب في البليدة على الأرجح يدير خطاب قدوة لازم تكون واضح وصريح مع الشعب يا قايد صالح قايد صالح راي ما بقالكش الوقت تقول المجموع اللي رام معك ما تبقاش الضروط تلاعبوا يعني راي لازم يكون الخطاب واضح ومباشر وهو أنكم تؤمنون وتعلنون أنكم تؤمنون بحق الشعب في تقرير مصير أنكم تؤمنون وتعلنون أنكم تريدون حكومة مدنية وتدير البلاد وأن الجنرالات الجيش يكون خاضة للحكومة المدنية المنتخبة يكونوا خاضعين وتؤمنون وتعملون على أنكم تساعدون في المرحلة الانتقالية وتعلنون أنه إذا كانت عندكم أخطاء وهي عندكم بكل تأكيد أنكم تطلبوا صباح من شعب الجزائري وشعب الجزائري سيقف معكم هذه الأشياء اللي لازم تعلنوا عليها ولو تدرجا لكن أشياء مهمة هو أن أنسى المادة 102 وسلم الأمر للشعب هام السودانيين لما شافوا الجنرالات نتاعهم يتلاعبوهم حتى الجماعة اللي كانوا يتفاوضوا معهم المدنين يسحبوا قالوا نانا نتفاوض معهم يسلموا السلطة لحكومة المدنية وينسحبوا إلى ثكناتهم وإلا ما نتعاملوش معهم نتمنى أنك ما تزيج ضيع وقت طويل لأن الغضب راه يكبر يا قايد صالح والناس راه يتزيد من الغضب وخير من اللي يفوتكم الوقت خير من اللي يفوتكم الوقت والله يقولها لكم من أعماق قلبي لكن كلما تأخرتم كلما تحملتم مسؤولية كبرى في أن يكون هناك غضب رهيب ضدكم وتبدأ الناس ترفع الشعارات ضدكم ومباشرة وإذا كانت الجمعة الماضية قلنا للناس ما ترفعوا الشعارات ضد الغايد صالح وجنيرالاته وإنما ذكروهم فقط مثل نريد أفعال لا نريد أقوال ومثل نخلينا من لكلام ما نريد أشياء على الأرض وطبق ولا طبق إلى آخره فإن إذا تأخرتم فإن الناس سترفع الجمعة هذه سترفع شعارات ضدكم في كلام على أن ابن صالح استقال مثل ما قلت لكم قبل حوالي عشرين يوم من أن ابن عيز باستقال وأعلنوها بعد عشرية فالآن المعلومات التي لدي أنه استقال أنهم طلبوا منه يستقيل وأنهم سيعلنون عن هذا الاستقال في الوقت اللي هم يحدوه أنا أقول لهم أعلنوا عليها في أقرب فرصة لأن لو أعلنتوا عليها في أقرب فرصة فإن ذلك سيخفف من الغضب الشعبي اللي رأي يكبر ويتعظم وما تعدمدوش على الذباب الإلكتروني اللي رأي معاكم الذباب الإلكتروني رأي ما عنده حتى تأثير حتى تأثير ولو كان جاء عنده تأثير مع أقال هجوم لرشيان نوعلية يعني ليلة نهار بالآلاف تعليقات لتعلى الذباب ولو كان نقص المتابعين هاني مرة أخرى هاني نقول لكم هاو الآن الحديث اللي نتكلم فيه معاكم هاو في حوالي 23 ألف على الفيسبوك مش حوالي 23 ألف على الفيسبوك وعلى تويتر خلينا نشوف كم ليس على تويتر على اليوتيوب 14 ألف معنى أقل شيء رغم 37 ألف يتابعوا فيه على المباشر وفيه آخرين رغم ناقلين هذا التدخل هما في قنواتهم على المباشر في اليوتيوب ما يزيدوش هنا ما يبانوش والمناسبة نقول خاوتنا هذون اللي رغم ينقلوا المباشر من فضلك يا إخوان ما تنقلوش المباشر على قنواتكم ونقلوه هذا الكلام لما نخلص ونقلوه أنا أعطي لكم حق تنقلوه على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا على أي مكان لكن ما تنقلوش مباشر لأنهم تنقلوه مباشر الناس تتلفلها وما تعرفش وراه المباشر ولما يتابعين لمن الصفحات إلى آخره ولذلك نقول لي إخواني اللي يبقوا ينقلوا على المباشر سنضطر إلى أن نوقفهم عن ذلك بكل أسف يعني يعني راه المساعد قال هالك أكثر من مرة وأنا قلت له خلي نزيدونه في شوية وقت لكن في كثير من الخاور ينقلوا مباشر وهذا لا يجوز عمليا وحتى أخلاقيا يعني فمن فضلكم ونقلوه لما نخلص لكن مش على المباشر واللي يضطر أنه يكمل هكذا فللأسف سنضطر إلى أننا ناخد موقف منه الآن أريد أنه قبل ما نروح الموضوع الجنرالة كونينيف كما قلت نتكلم بسرعة على والي العاصمة اللي عينه عينه والي اللي كان في باتنا أو اللي رأى في باتنا اليوم عينه بدل لزوخ ولما وضعتنا الصورته هناك جاء بعض التعليقات تقول لا هذا إنسان خدام ولازم نطعونه في كل الناس ولازم ممكن ممكن هذا الوالي هو كشخص ممكن خدام ممكن حاول يدير عمل عمل انتاعه بشكل جيد ممكن ممكن نظف المدينة من بعض الأشياء الفاسدة ممكن ما فيش ولاد هكذاك لا فيه ولاد بطبيعة هكذاك المشكلة ليس في في أن يقوموا بعملهم اللي هم واجب يقوموا به حتى إحنا ولا واحد يقوموا بعمله وكأننا جابنا جابنا منيش عارف القمر في يديه هذا هو واجبه أولا لكن المشكلة يا خاوة أنا مش نناقش في القضايا العملية أنت أن نخدم طريقه هنا ولا أخدم مدرسة هنا ولا نظف المدينة هناك لا مش هذا هو نحن أنا نناقش وأن هؤلاء من عينهم مش كون جابهم العصابة قائد الجيش يقول بللي البلاد كانت تحكم مع عصابة وهؤلاء إجابتهم مع عصابة ومع ذلك نعطي لكم بعض النقاط عليه بسرعة بسرعة للشخص هذا لكن احنا المبدأ تبدلي جيب لي والي تنحلي موسى الحاج جيب لي الحاج موسى تنحزوخ الفاسد المفسد جيب بتاع باتنا كوما كانش مر على المقصلة كوما همش راضين عليه المفسدين اللي عينوه سواء كان السعيد أو الـ DRS أو الدرك اللي درعي التحقيق أو كما كان ونحن نعرف أن في عهد بوتفليقة لكي تصل إلى رتبة عليا يجب أن تكون فاسد أخلاقيا فاسد ماليا ومن الأفضل أن يكون عندهم شاريط فيديو أخلاقي وتكون عربيد وتكون مفتفحش وتكون كلامك بائس وتكون تافه هذه الشروط اللي درعي بوتفليقة فقافة الحمام وتتوفر في كلهم ربما تلقى والي هنا وعنده خلق والي اللي هي عنده خلق الرئيس دائر هنا عنده خلق اللي هي عنده خلق ما سرقش ربما هذه استثناءات ومعروف في القواعد العلمية أن الاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه نتحدث عن القواعد العامة يقدر يقول لك طيب ننجيبوا اللي ولاته جزير فيها ربعين مليون جزير فيها ناس تركوا مناصبهم راموا في الداخل ما حكيش برك عليه في الخارج اللي في الداخل كاللي كانوا في مناصب وتركوها لأن شافوا هناك فساد غادروا وروحوا يجيبوا هذا الناس اللي استقالوا لأسباب مهنية ومحبوش يشاركوا في الفساد إذا لكم حابين تبدلوا صح طيب لا تجيب لي موسى الحاج بدل الحاج موسى ماشرح أنه حبيد ومع ذلك هل نذكركم هذا التعوالي ولي باتنا هذا مش هو اللي يدهن الحشيش لما جاء وزير الداخلية قبل سنة ونص ولا سنتين لما جاي زوره في باتنا مش هو اللي يدهن الحشيش المكسر واليابس دهن وخضر مش هو للناس كلها تعرف أنه يزور انتخابات 2017 اللي يسموها انتخابات تشريعية الارندي والأفلان كمثال بسيط نقدر نجيبكم قائما بعد لكن مع ذلك حتى لو كان ما نشعر فيش كون آه لو كان عينه بشير فريك اللي كان هو والي أيضا ولدخله للسجن لو كان جابوه اليوم وعينوه لأنه هو خرج بشير فريك وتحدث على أشياء كثيرة وفضح أشياء كثيرة واضح أن الرجل عنده أخلاقيات ولدلك سجنوه مع أنه هو ثاني شارك في التزوير هو يعترف يقول أنه لما كان جابوه بوتفليقة في 99 وكان معاه محمد بجاوي أنا ذاك اللي مبعد بوتفليقة عينه ووزير خارجية قال له راني خايف أنه ما تكونش في انتخابات وما تكونش هو يقول بشير فريك قالوا علش تخاف لماذا تخاف ينتخبوا الناس كما يحبوا نحن اللي نكتبوا من بعد النتائج لكن مع ذلك يعتبر بشير فريك من الولات اللي بين قوسين لا يقارنون بهذا الباقية اللي رح موجودين الآن وهذا كمثال ما قم مديته فقط نقدر نمد عشرات الأمثلة فيهم حتى الناس اللي نعرفهم درسوا معايا إذن القضية إخواني ليس لا تتعلق بالشخص كشخص وإنما بالعصابة كعصابة كل واحد يجيب من طرف العصابة لن نقبلها حتى ولو كان هو كشخص ليس سيء وهذا هو القاعدة اللي لازم نمشوا عليها هذا هو المبدأ اللي لازم نمشوا عليها الآن كان في حديث اليوم على اعتقال الأخوين كونينيف اثنين كونينيف وما أربعة موش اثنين لكنهم قالوا من اعتقلوا اثنين للتحقيق معاهم وعلى ربراب قبل ما نتكلم عليه كونينيف خلنا نقولوا كلمة سريعة على ربراب ربراب هو انفاء قالوا أنه ما اعتقلوش مناش عارفين اعتقلوه ما اعتقلوش لأنه هو انفاء بغض النظر إلى معتقل ومش معتقل كين بعض الناس اللي رام يقولوا رهم مع عمهم صالح ومع القيد صالح يعتبروا باللي ربراب ولا ما تكلموش على ربراب وطول الوقت معانهم ببساطة لو كان جاء يعني أنا هنا ما ليش تحكي الذباب ذبابة ومعروف لكن لو كان جاء هذو الناس اللي مرات يكونوا مساكين يتم استغفالهم وروحوا اكتب اسمي وكتب أي شيء بجنبه ورح يخرج لك شيخ جوجل يعطي لك النتيجة أنا تكلمت على ربراب منذ سنوات طويلة منذ سنوات طويلة عندما كانت بعض الناس يقدسوه وكانوا آخرين يخافوا يذكروا اسمه فمنذ سنوات طويلة ذكرت ربراب وما ذكرتوش لأنه إنسان غاني لا ذكرتو لأن القاعدة اللي أنا بنيت عليها الحكم هو كل من أثر كل من أصبح غني في فترة تسعينات اللي كان فيها الشعب يذبح هذا لازم نشكه ومنينجا الأموال هذه واحدة الحاجة الثانية كل من سيطر در المونوبول وسيطر على تجارة معينة لازم تسألوا منينجاتوا هذه ورب راب كان سيطر على الزيت والسكر سيطرة كاملة ونحن نعرف احتجاجات العارمة نتا 5 جونبي و6 جونبي و7 جونبي 2011 إذن هذا المنظور والأمر الثالث من أعطاك القروض وكما رجعت من القروض وكيف استطعت أن تصل إلى أن يكون مرأس ملك حوالي 4 مليار دولار هذا المعلن كل هذه أسئلة تطرح واتهامات يجب أن يجيب عليها كان البعض باسم أنه قبائل سيقول لك يدفع عليه لأنه يقول لك قبائل يحبوا يحقره لا يا إخوان يا إخواني القبائل نحن نحكي هنا العقلة ليس نحكي البربرست المضطرفين نحكي على الكبيل كبيل أحرار لا تنظر أنه رب راب قبائلي وليس قبائلي لا تنظر انظر إلى أنه فاسد ولا مش فاسد مفسد ولا مش مفسد رب راب وغير رب راب وانت يا اللي راك تتنطع الآن عن استغفال ولا عن غفلة ولا عن حق وتعتبر أنه لماذا ما تكلموش على رب راب لماذا لأنك أنت عربي تحب تقول أنه وكان رب راب كنا عتقله وكان عتقت القبائل لا لا القبائل لا غلبية القبائل لم يعرفوا شكونا رب راب وهما ضد رب راب ويعرفوا أنه ارتكب أخطاء إلى آخره نعم كيلا يستفادوا كونه أنه أنشأ آلاف مناصب الشغل هذه موجودة صحيح لكن مش لأنه أنشأ عشرين ألف ولا حتى خمسين ألف منصب شغل ولا حتى مئة ألف رايحين يجي هناك من يديره يقدسه ويجي هناك من يشيطنه لا القضية يسأل على المال تاو من إنجاه هذا السؤال لازم يطرح على كل الأثرياء وأصحاب الأموال الطائلة لازم يطرح عليهم السؤال من أين لك هذا هذه القاعدة يجب أن نشعلها فلا تكون ضد رابراب لأنك أنت تظن هو آه بل كبير بريست وكذا خلينا نكون ضده خطينا عربي ولا نشاوي ولا تكون مع رابراب لأنك أنت قبيلي تديك هذه الحمية أنت على الجاهلية أنت على العنصر أنت على لأنه قبيل لا خليك من قبيلي وعربي وشاوي خليك منها هذه هذا رؤون نظام هنا يحب يلعب لازم تنظر له كإنسان هل كان لصاً أم لا فاسداً أم لا مفسداً أم لا ناهباً أم لا هذا هو السؤال اللي يطرح ما يهمنيش أصله ما يهمنيش إلى أصله شاوي ولا مزعبي ولا عربي ولا قبيلي ولا تاربي ولا شينوي ولا هندي ولا بيتنامي ما يهمني من أين اكتسب هذا المال هذا اللي همني الآن مش عارفين معتقل مش معتقل لا أدري لكن أنا أقول حاجة الناس هذون لنهب المال هذا نهب المال العام بغض النظر من هو إذا ما اعتقلوا لازم شركتهم تستمر في العمل خطرش هناك عشرات الألاف اللي رأيهم يشتغلوا عندهم بعث لي سيد أو سيدة قبل أيام يقول لي بأننا ما دفعوا الناش نحن نشتغل في شركات حدد ومن ما خلصنا شهر مارس وهو آفريل على الأبواب وما خلصنا أيضا أو على أبواب من مش حين نخلصوه طبعا لازم الناس تستمر وتأخذ أجورها ما لازمش لازم نفرقوا ما بين اعتقال هؤلاء الأشخاص والتحفظ على أملاكهم وعلى أموالهم ولكن على أن تستمر هذه الشركات في العمل ولو بالطريقة جزئية يعني تستبدلوا وكذا حتى لا تحدث فوضى اقتصادية وحتى لا يصبح هناك عشرات الألاف أو مئات الألاف بدون عمل فيصبحون هما ثورة مضادة يقدر الناس تحركهم بسهولة وهذا حدث في مصر مثلا شفناها وفي تونس فلازم تعلموا ممليح من هذه التجربة أخواني هذه مهمة جدا بالنسبة لإحرار البلاد أن يفهموها ويتعلموا منها بالنسبة لكونيناف كونيناف هما ربع أخوة مش اثنين يبدو أن اثنين الأخرين هم خرجوا كانوا غادروا وكونيناف هذون اللي يعرفوا التفاصيل يقولوا اللصوص كبار باباهم كان تاجر سلاح راني تكلمت عليهم اليوم في الحوار لما سألني صحفي كان تاجر سلاح وارتبط بلوبيات عالمية ربما أيضا زنجة اليهودية ساهمت أو سهلت ذلك الأمر لا أعرف هذه نقطة لازم نبحث فيها مليح لكن هؤلاء الأبناء كان يصرف على بوتفليقة لما كان في سويسرا هذا تاجر السلاح فلما جاء بوتفليقة جابوه وتعاونت الإمارات وفرنسا والسعودية والولايات المتحدة على الإتيان ببوتفليقة مع جنيرالات البلاد المجرمين آنذاك لما تعاونوا طبعا بوتفليقة بدأ بعد بزع في المال مال شعب مال الوطن يبزع فيها على أصحابه وعلى أصدقائه فأخذاه هذه اللي تكون هناك مشاريع بمليارات الدولارات مليارات الدولارات وكل المشاريع تقريبا تعالى المستشفيات خاصة وعن طريق شركة كورجي سي هذه شي شي مهول شي مهول ونكون غربنا ومستشفيات حقها نكدا مثلا كان المستشفيات يقيموا 100 مليون دولار يقيموا 100 مليون يصرفوا علي 15-20 مليون يجيبوا شركة كورية ولا شركة تركية ولا شركة صينية تقوم بعمل تعتبع ويدهم هذاك الباقي ويهربوه إلى الخارج هربوا مليارات الدولارات وليس هناك أدنى مبالغة في ذلك إذن فهذه أيضا نقطة مليح أنها الناس وإن شاء الله ما زال نرجعونها أختم بالحديث لأنني لا أريد أن أتجاوز لـ 40 دقيقة أنا كنت في الحقيقة لا أريد أن أتجاوز لـ 30 دقيقة كان أكتب لي واحد من الأصدقاء لأخوة وحدثني على قبل قبل أن أتحدث على الجنار شنتوف كان أحدثني على حوالي 1500 جزائري رغم معتقالين بعض المصادر مش عارف الرقم كم لكن مصادر تحدث على ربما 1500 جزائري رغم معتقالين في تونس وأغلبهم هذه الحراقة ورغم معتقالين في أشياء سيئة جدا على الناس أن تنتبه لهذا الموضوع وأن تعمل شيء لهذا الموضوع وأن ترفع شعارات الجمعة هذه أيضا بالنسبة لهذا الموضوع هذا رغم قلوب أمهاتهم وأبائهم رغم يتحرقوا عليهم ومش عارفين مصيرهم ومش عارفين حتى في تونس حتى في اليونان حتى في تركيا حتى في إسبانيا حتى في إيطاليا ليجب أن تكون هنا لأن هذه العصابة لا تقوم بعمل ولا شيء فإخواننا أنتم الناشطين حاولوا تتكلموا عن الموضوع هذا على هذا وعلى المساجين السياسيين لهم أكثر من 151 والذي فيهم مسجون من 1992 جرائم ليس لها حدود أختم الحديث على شنتوف شنتوف تأكد أنه الآن في إسبانيا معلوماتي تقول ذلك وهران هرب أمس الجنيرال شنتوف هذا ليس سهل يبدو أنه أخذ معه ملفات كثيرة ويبدو أنه جماعة الجنيرالات رهم مرعوبين منه الآن بعد ما أخذ الملفات لأنه هذا كان هو قايد من ناحية العسكرية الأولى يعني البوليدة والعاصمة والمدية وتزيوز حتى الشلف وكلها كان تحت إيده وعين دفلة باش من نساهاش ويبدو أنه هرب لإسبانيا إسبانيا وجد فيها ابنه وهو مهرب لها ملايين دولارات من قبل وشاري هناك أملاك ومصانع وإلى آخره فهرب هناك وبتواطع على ما يبدو من بعض الناس في مطار وهران وجود هناك طبعا خلخل جماعة اللي راهي الآن الحاكمة من الجنيرالات خاصة النبي نوبن قايد صالح خصومة كبيرة هل سيقدم على كشف ما لديه هل سيقدم ما لديه لدول أخرى هل ماذا سيفعل بذلك كل هذا راح نشوفوه راح نسموه عليه في الأيام القادمة لأن هناك فوضى حقيقية في هرم السلطة الحاكمة مرة أخرى مادة السابعة والثامنة كما كان توعد من قبل ويعلن أنه سيسلم الأمر إلى حكومة مدنية في الأيام القادمة ويبدأ التفاوض والنقاش من تكون هذه الحكومة المدنية ومن يكون هذا المجلس الرئاسي في أقرب فرصة ممكنة ونتمنى أن يحدث ذلك قبل رمضان الوضع علىه لا يبشر بخير إذا استمرت هكذا يا قيد صالح ومن معه من جنرالات وقد تجدون أنفسكم تدفعون في ثمن غالي وغالي جدا أنا هنا أحذركم أنا لا أهددكم وراني كنت سمعتوا تحذيراتنا من قبل أنا وغيري من الأحرار اللي كان يقول لكم أنكم راكم تلعبوا بالنار لو رحتوا العهدى الخامسة وهاكم لعبتوا بالنار وهاكم تشتوا الشعب وشدار وحتى لما لما تراجع على العهدى الخامسة لما بديتوا تكلموا على العهدى الرابعة وتمديد العهدى الرابعة قلنا لكم راكم فقط تزيدوا غضب الناس فهذا هذا مهم نهاية كلمة أخيرة قبل قبل من نختم هذا عن غريب هذا نتاع المولودية اللي راهم عينوها عودوا عينوها أنفوايو أنفوايو نتاع الصح هذا الآن رايحب يرتب بلطاجية خاصة من أنصار المولودية باش يخرب بهم داخل الحراك فهي أنصار المولودية وأنا عارف أن أنصار المولودية حرار وبالمناسبة ربما مش عارف هذه أول مرة نقولها أنا كنت من محبي المولودية لما كنت في القصبة وفي طول فترة الثمانينات والتسعينات حتى قبل القصبة فضركنتم زملائي الأنصاري الشباب ما تخلوش غريب هذا هذا لازم توقفوه ما تخلوش المولودية هي من وكانت لعب الدور أيام الثورة فما تخلوش هذا غريب لازم تطردوه تطردوه غدا ما تخلوش وقت نهائي وما تخلوش البلطاجية الصغار هذوك يجيبهم يتلعب بهم خاصة لمساكن مضربين بلا دروغ ولا مضربين بشيء وحي الله أنصار ليسما اللي بالنسبة لهم حدد مجرم وهوما أول من واجهوه ولمسوجين هما أكثر من الناس كانوا فرحانين وليوم رام يقولوا لي جمعت تيزي وزو كتبوا لي قالوا لي بالعكس لو كان يعتقر رب راب رانا نكون ونحن فرحانين به وما يقدرش يهفونا لأنه عنده شهر وشهرين فقط اللي جابوه داله رئيس تيزي وزو بشري ولي كانوا يسوكوفر بهذا التلاعب ومع ذلك أنا أقول أنه فيما يخص كل هؤلاء اللي أثروا اللي أخذوا أموال وغناء وكذا من أموال شعب جزائر يجب أن يكون هناك تحقيق حقيقي ولا تكون هناك القضاء أنت على التليفون وقضاء أنت على الانتقام ومن الأفضل أن لا يتم محاكمتهم الآن إنما يتم اعتقالهم والتحفظ عليهم ومحاكمتهم عندما يكون هناك قضاء عادل حقا وقضاء عدول حقا حياكم الله إخواني إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته